معرض القاهرة الدولي الكتاب تحول لعاصمة للثقافة على أرض مصر ألاف العنوين والإصدارات ومئات الكتاب والأدباء والمبدعين حرصين على أن الظهور الأول لكتبهم يكون في معرض القاهرة الدولي للكتاب حقيقة جمانة احنا في صباح الخير يا مصر من اليوم الأول لانطلاق معرض القاهرة الدولي الكتاب نحاول نحتفل كده ونحتفل بالإصدارات الجديدة كتاب جديد كتاب بعنوان عبقرية أكتوبر اللي بيعتبر سجل موفق وسجل يحوي العديد من الصور التوثقية النادرة جدا لأهم لحظة من لحظات الوطن لحظة انتصار أكتوبر العظيمة نتعرف أكتر مع حضراتكم مع الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف مؤلف هذا الكتاب اللي منورنا ومشرفنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضرتك أهلا بك يا دكتور محمد أهلا بك يا جمعانة صباح الخير عليكم وصباح الانتصارات على مصر في دائم بنبارك طبعر بنوهني صدور الكتاب الجديد دايما معودنا في كل سنة يبقى فيه إصدار جديد لحضرتك ده من فضل الله لماذا تحديدا اختيار نصر أكتوبر والعنوان نفسه عبقرية أكتوبر برغم مرور كل السنوات دي بتظل ملهمة يعني للكتاب دايما أولا اسمعلي في البداية دعني أؤكد أن أهم ما تملكه مصر هو قوتها النعيمة وأهم ما تملكه هذه الدولة هو قدرتها على إحداث النقلة الثقافية بمعنى إيه إحنا أمام حدث مهم جدا مش في مصر ولكن في العالم العربي زي ما حضرتك تفضلت وقلت ليه أنت ليه كل سنة بتحرص أن يكون ليه كتاب ولازم يكون نازل بإذن الله على معرض الكتاب ليه؟ معرض الكتاب هو الثاني من نوعه على العالم بعد معرض فرانكفورت هو الأقدم من حيث التاريخ نبقى لنا خمسة وخمسين سنة بنعمل معارض كتاب وبالتالي لا يمكن لملايين الدولارات أن تقاوم هذا الوجود الثقافي وهذا الحضور الكبير عبر التاريخ بالمناسبة من هنا أنا كنت شايف في مسألة اليبيل الزهبي لحرب أكتوبر اليبيل الزهبي لحرب أكتوبر هناك أجيال لم يعني تعاصر هذا الحدث الكبير ويمكن فيه ناس ما تعرفش عنها حاجة للأسف العميق لو سألنا شباب النهاردة أنت تعرف إيه عن أكتوبها بل بالعكس أن هناك جهات معادية حاولت أن تقلل من قيمة هذا النصف وأن تحوله إلى للأسف هزيمة لمصف وليس نصفا وده يعني طبعا فيه حملات ممنهجة ولكن التي تقود هذه الحملة بالدرجة الأولى هي إسرائيل نفسها بعد لجنة إجرانات التي شكلت في عام 1974 بعد أسابيع قليلة من حرب أكتوبر كان هناك هدفا لدى إسرائيل وهو التقليل من قيمة هذا النصف بدليل أن معظم الذي ظهر في تقرير لجنة إجرانات لم يظهر للرأي العام الذي كشف من لجنة إجرانات بس خمسين ورقة بينما هي تجاوزت الألف وحاجة ورقة ده معناها أن هناك تقصير كبير حدث ولكن الزاكرة العربية عموما تحتاج إلى التوثيق ويعني أنا قطعت دراسة وشكلا وأداء شط كبير في التصوير عفوا في التوثيق لكني أتوقف أمام أن أنا مجرد هاوي وكل ما بكتشف حاجة جديدة بحس أنها بتضيف للهواية أي نعم العلم مطلوب وأنا أكاديمي في الجزئية دي ولكن الحواية هي الدرجة الأولى والشرف الصحفي يعني مش مسألة خمسين سنة وبس قصة هذا المجلد قصة غريبة جدا أنا اشتغلت محرر عسكري وكان ليه الشرف من حوالي يعني مش عايزة أقول قد إيه بس يعني حوالي تلاتين سنة من التسعينيات يعني وكان مجموعة من أجمل المحررين العسكريين وهم أصدقائي وهم الآن رؤساء التحرير ويعني النجوم في عالم الصحافة المصري اشتغلنا محررين عسكريين فأنا كان فيها طبع غريب شوي بعد ما بخلص الحوار مع المسؤول أو مع القائد العسكري بستأذنوا أن أنا أصور الألبوم بتاعهم الألبوم الشخصي صور الشخصي الألبوم الشخصي طبعا بعيدا عن الشخص الشخصي في مجال العام عام الأكتوبر فبدأت أتصور بعد فترة كبيرة وجدت أن أنا عندي حصيلة حصيلة محترمة تخشي في حوالي ألفين صورة مثلا وحصيلة فيها نوع من الندرة لأن معظم هذه الصور كانت صور داخل الوحدات العسكرية وبمصور الوحدة يعني هي غير موجودة لا في أرشفات الأرام ولا في أرشفات دور الصحفية الكبيرة بل بالعكس هي مجرد ألبومات شخصية وفجأة وأنا قاعد قلت كنا من سنتين تحديدا قبل الاحتفال بسنتين أو قبل اليوبيل الزهر بسنتين فكنت قاعد مع الله يرحمه يحسن إليه الكاتب الكبير الأستاذ ياسر رزق وكنا بنتكلم فقلت له أنا بفكر أعمل كذا فقلت له وإنت اللي هتكتب المقدمة وفعا أكتب مقدمة الكتاب فرح أقل لي تفتكر أن أنا هعيش السنتين دول قلت له كل شيء بياد الله يعالم يعني فقال لي طيب وبعد كم يوم لقيته بالدين المقدمة ولو بصيت يا دكتور محمد ولو بصيت يا جمانة للمقدمة دي النهاردة هتحس أن الأستاذ ياسر جاتبها من ساعة بس يتحدث أنه لو لا نصر أكتوبر ما كانت الجمهورية الجديدة لو لا نصر أكتوبر ما كانت هذه النقلة الكبيرة في مصر لو لا نصر أكتوبر ما كنا نتنسم روائح القرامة ونسائم القرامة وده حقيقة لو لا نصر أكتوبر لا زللنا حتى اليوم في هزيمة أكيد يعني حضرك ونحن نتكلم على كتاب عبقريت أكتوبر حضرك يمكن دلوقتي تحدثت عن اختلاف هذا الكتاب ولكن بجانب فكرة الصور اللي كانت عند حضرتك والصور اللي تم توثقها في كتاب عبقريت أكتوبر مدى اختلاف هذا الكتاب يعني حرب أكتوبر فيه كتب كتير جدا عنها فيه مقالات كتير جدا عنها فيه أفلام حتى كتير جدا عنها وفيه مجموعة كتب مهمة منزلها الهيئة السنة دي برضو جنب الكتاب يعني الأمانة صحيح فلكن أكيد فيه نقطة اختلاف أخرى لو هنتكلم من حيث التناول حتى بجانب الصور فيه مدى اختلاف هذا الكتاب يا فنم عن أي كتاب آخر أو عن أي توثيق لحرب أكتوبر طيب أنا بس عايز أشير إلى نقطة قد تبدو أكاديمية ولكنها هي صلب الموضوع فيه حاجة اسمها التوثيق وفيه حاجة اسمها التحقيق التحقيق في الوثيقة ده موضوع مختلف تماما ودعنا أن نؤكد أن الصورة هي وثيقة طبعا فبالتالي تحقيق الصورة ده لا يقل صعوبة عن تحقيق النص ليه؟ لأنك أمام تل من الصور صحيح ومش عارفة يعني غالبية الأشخاص اللي موجودة في الصور دي مين فلازم بترجعي للزمن وبترجعي للمواقف وبترجعي إلى سجلات الناس دي كانت بتتولى إيه في هذا التوقيت مين كان قائد الوحدة دي مين كان قائد الجيش مين كان قائد الفرقة وطبعا ده شيء ليس سأل طبعا مستهل أبدا إضافة لأن الناس كانت بتقول إيه في التوقيت ده يعني هو مش مجرد ألبوم صورة صحيح؟ لا أنا بجيب في كل فترة وهي مقسمة على فكرة الصمود وفكرة الأعداد للحرب وأعداد الدولة للحرب الناس في هذا التوقيت كانت بتقول إيه ربط الصورة بالحدث نفسه وده حياء الحياء بشكل كبير أنا بس في النقطة دي مهم جدا حضرتك أثرت فكرة أنه فيه أجيال كتيرة ما تعرفش حاجة عن أكتوبر فالكتاب بيلعب دور مهم فكرة إنعاش الذاكرة للمصريين مرة أخرى بهذه الحرب يعني العظيمة اللي أخذها الجيش المصري حابب مع حضرتك يعني ندخل شوية في تفاصيل الكتاب أبرز القادة أبرز الأسماء اللي حضرتك التقيت بيهم الصور اللي بتمثل نوع من أنواع الغرابة والاختلاف اللي عين شريف عارف توقفت عندها كتير كتير قوي بس أنا هاخد طرف الحديث من حضرتك في مسألة الشباب اللي ما شافوهوش ده ليه فكرة الصورة العالم كل دلوقتي بيعتمد على الفيجول كل حاجة الصورة السريعة المبهرة ولكن طبعا هذا الكتاب كتاب مطبوع فبالتالي هو محدود في فكرة الفيجول إنما بقدر الإمكان بتحاول أن أنت تحقق له نوع من التناسق والوجود كمتعة بصرية فالصورة بتاخد حقها أن الصفحة اليسرى هي الصورة بالكامل أو تشغل الجزء الكبير ونحاول أن الكلام يكون شغلت أو حاجة يعني إيه بقدر الإمكان أقل ليه؟ لأن ده بيمثل إبهار للمطلق حاجات كتيرة توقفت أمامها حوار مع المشير الجامسي وقال فيه على أربع محاور أساسية للحرب أتوقف أمام السيد اللي وقع الله رحمه فؤاد نصار مدير المخابرات الحربية وهو للأمانة أمدني بمجموعة صور غير طبيعية منها صور ندرة لعملية اغتيال مشيه ديان التي لم لم تنجح للأسر يعني تم تنفيذ العملية أثناء الصغرة بس ما نجحتش كان مشيه ديان تحرك حتى السيدات كان ليه رئيس السيدات كان ليه مقولة يقولك ربنا لسه كاتب له عمره لأنه فعلا العملية تنفزت فإدارة المخابرات الحربية كانت مصورة العملية دي بالكامل بالصور والصور دي منشورة في المجلد بالمناسبة جميل والطيارة اللي وجهت الضربة للمنطقة ديه ومشيه ديان وهو بيهرب فكانت مجموعة صور ملفتة للنظر يعني أستطيع أن أقول لحضرتك أن أهم صورة في رأيي في المجلد دي كله هي صورة الجند المصري اللي قاعد على الجبهة بملابس متواضعة وبشكل محارب المقاتل لأن البطولات الحقية هي التي لم تصرت حتى الآن جميل دي حقيقة ويامة تحت الرمال وتحت جنازير الدبابات وتحت أشياء كتيرة جدا ناس وأرواح والشهداء وأنا أعتقد أن حرب أكتوبر دي قدرة خلاقة يعني كان فيه السيد المشير حسين تنطو كان ليه مقولة جميلة أو يقول لك الحرب بتعلم الحرب جميل أنه لو لا حرب الاستنزاف ما كانت حرب أكتوبر وأنه لو لا صمود الشعب المصري بالمناسبة العبور الحقيقي القوات المسلحة مجرد أداة الذي عبره هو الشعب المصري ليه؟ لأن الشعب المصري أراد العبور من الهزيمة إلى النصر لو جيت حضرتك بالمقياس العسكري مش هتجد أنه كان من الصعب أنه نحقق ذلك ولكن إغادة الشعب المصري إغادة قوية طيب أستاذ شايف كمان الكتاب الحقيقة يعني بجانب الصور والتوثيق ليه عمق إنساني كمان لو أنتكلم عن هذا العمق إزاي قدرت أن أنت تطلعه على صفحات كتاب خاصة أنه عشان تقدر تكتب أو تنقل مشاعر على صفحات ورق محتاجة خياله محتاج أن أنت تكون بالفعل كنت متواجد في هذا المكان وفي هذه الفترة عشان تقدر تنقلها بإحساس يوصل كمان للقرق سعادتني في فترة عمل محرر عسكري إن أنا أتفهم أشياء كتيرة لو أنا مش متخصص في الجزئية دي يعني ما كنتش أقدر أعالجها بالشكل الكويس إضافة للبعد أنا بميل إلى كتابة الرواية ففي جزء يعني زي ما بيقول وسط ما بين بيني يعني إنما يعني فيه أشياء ممكن تشوفها في هذا الكتاب غريبة قوي منها فصلة عن أم الأبطال سيدة جهان السدد وهتشوفوا صور ليها وهي على الجبهة صور تنشر لأول مرة حتى السيد جمال السدد قال لي أنت جبت الصور دي منين فقلت له ده أنا أخدتها من كذا ليه مصادر الخاصة بقى فدور عميق وكبير جدا دور حكومة الحرب حكومة الحرب وهي بتتفقد السويس دور الشعوب العربية ونحط تحت دي مليون خط يعني صور تنشر لأول مرة للأمير سلطان بن عبد العزيز وهو بيتفقد السويس وهو على الجبهة الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله الملك فيصل بن عبد العزيز وغيره من القيادات العربية عادي أمين معظم الناس التي ساندت وهنا لابد أن نشيد بكل الأخوة من الجزائر ومن الإمارات ومن السعودية ومن الكويت كتيبة المراوير التي جاءت من الكويت وشاركت الجيش المصري يعني سؤال أخير لحضرتك حرك دائما مشغول بفكرة التوثيق والتحقيق الصحفي إلى أن ما تبقى من العمر في ذلك رب الصحة والعمر ومازج ده كمان باللغة إبداعية ولغة فيها كتابة مختلفة المشروع التوثيقي القادم حيكون إن شاء الله المشروع التوثيقي القادم أنا مش عايز أقول لك إيه لأننا كل منوي على حاجة تحصل حاجة تانية خالص يعني اللي أقدر أقوله لك أننا بشتغل الآن دلوقتي على وسائق الزعيم سعد زغلول وحرام وده موضوع رسالة أكاديمية ثم فيها عن جزء كبير عن تاريخ الحركة الوطنية المصرية وأتمنى يعني أننا نقدر نقدم حاجة جديدة نشكر حديك طبعا جزيلا شكر الكاتب الصحفي رسالة الشريف عارف نورتنا في صباح الخير يا مصر وياني وألف مبروك على إصدار وإحنا أكيد مستنيين لإصدارات الأخرى شكرا متشكر شكرا نزيل شكرك صباح الخير على حضرتك شكرا نورتنا